لليوم الرابع على التوى لتواصل الشرقة مشاركتها في معرض الخليج الأغذية غالفود 2018 وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية يقدمها قطاع الأغذية بشكل خاصة والقطاعات الأخرى المرتبطة بها بشكل عام بزخم أكبر وجهزية أوسع هكذا جددت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مشاركتها في معرض الخليج للأغذية غالفود 2018 من خلال جناح يضم عددا من شركات الأغذية المستثمرة بالمنطقة في خطوة تعزز مساعيها لاستقطاب الاستثمارات العالمية باستعراض الامتيازات والتسهيلات التي توفرها الهيئة للمستثمرين في هذا القطاع هدفنا من وراء المعرض أن نجدد مستثمرين من نحاء العالم ويستثمرون في المنطقة الحرة فالمنطقة الحرة هدفه أن تعطي تسهيلات ومميزات وخدمات توفي لنجاح هذا المستثمرين أن يستثمرون ويطورون ويشغلون في مالة الشارقة شفنا أن هناك إقبال كبير من الشركات وعندنا شركات أجروا أراضي ومخازن ومكاتب في المعرض ونتوقع أنه خلال اليومين القادمين أن نحصل الفرس الثانية للمرض الشارقة والمطقة الحرارة في الحمرية إن شاء الله تواجدنا مع الحمرية فريزون في المعرض المصانع التي مشتركة والتي منضمها ضمن الفريزون وبصراحة الصفقات جدا ممتازة وإقبال من مستوى العالم كله بالفعل عقدنا صفقات كثيرة والحمد لله يعتبر بالنسبة أول مشاركة معهم مشاركة ناجحة جدا ومن جناح هيئة المنطقة الحرى بالحمرية التي حظيت بإقبال من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمهتمين إلى كلمة رئيسة ألقاها سعادة عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منتدى الأمن الغدائي الروسي الإماراتي الأفريقية بحضور معالي مريم المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغدائي والمستقبلية إنه منتدى مهم جدا فلدينا العديد من التحديات التي نواجهها في كينيا حيث نعتمد على المحاصيل النقدية لتحقيق الأمن الغدائي كما أننا نعتمد على الأمطار غير المتوقعة لذا من الضروري الاستفادة من خبرة الإمارات في تحقيق الأمن الغدائي رغم ندرة الموارد الطبيعية لديها توصل مشاركة الشارقة وسط هذا التجمع العالمي يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز للاستيراد والتصدير وكبوابة تفتح نوافد لها في الداخل والخارج من أجل الحصول على حصة في قطاعات متنامية بشكل ملحوظ إذن هكذا تأتي مشاركة الشارقة في معرض غالفود والتي تسعى إلى أخذ حصة لها في قطاعي الأغذية والطيافة والتأكيد أيضا على دورها في تعزيز وتحقيق الأمن الغدائي لأخبار دار رمعيسة إمارة تبي